صباح الخير نور صباحك رشا كيفك اليوم؟ طمام الحمد لله كيفك؟ بل لك نحس بالبرودة شوي شوي؟ كلهاياتنا اليوم بردانين مبارح واليوم مع المطارات الحلوين يا رب سكي تكون هالأيام خير وفرح ورزق وتغسل قلوب كل الناس من الوجع والألام تكون مليانة فرح وسعادة يمكن كلهاياتنا عم نمر بضغوطات كتير صعبة اقتصادية ومادية لكن دائماً الرب بيزرع بقلوبنا الأمل لنكمل نهارنا ونكون مؤمنين أنه بكرة أحلق رحلتنا الصباحية فيها محطات عديدة من دمشق والمحافظات السورية أكيد لكن كلها عادة بدي صباح زميلتي رشا مرة ثانية لما تبتدي رحلتنا ساعة صباحك نور وممكن ما قلت إن شاء الله هدول المطارات يحملوا الخير ويغسلوا قلوبنا وتكون أيامنا خير وبركة وتكون هيك بداية هذا الفصل بداية جديدة بحياتنا خلونا نقول يا رب ونروح لفاصل وأكيد يصبح على كل الصبايا والشباب اللي مرافقنا اليوم بالكنترول فريقنا الفني ساعة صباحك أما هلأ رشا كالعادة بنروح لأهم الأحداث يلي تسجلت بمثل هاليوم بالتقرير التالي كل يوم تتولد أحداث جديدة وبتتسجل بروزنام التاريخ وبتشكل ذاكرة نسترجع مع بداية كل صباح اليوم تسعة تشرين الثاني خلونا نتعرف على أهم الأحداث يلي صارت بمثل هاليوم بعام 1799 نابليون فونابارت بيستوع على الثورة الفرنسية وبينصب نفسه بمنصب القنصل الأول وهو بمركز حاكم فرنسا وبعام 1935 القوات اليابانية بتستولي على مدينة شانجهاي أهم موانئ الصين والمركز الاقتصادي الرئيسي إلى وبعام 1961 نيل أرمسترونج بيقوم بتسجيل رقم قياسي بالسرعة وذلك عند طيرانه بطائرة اكس 15 بسرعة 6587 كم بالساعة وبعام 2005 إطلاق فينوس اكس براس لاستكشاف كوكب الزهرة هاليوم شهد ولادة العديد من الشخصيات يلي كان إلى بصمة مميزة بعالمنا ففي عام 1818 إيفان تورجينيف وهو أدي بروسي وأيضا شهدها اليوم على وفاة عدد من الشخصيات ففي عام 2013 جريت ريتر هاسل عالم أحياء وأكاديمي نرويجي قبل ما نروح لها التعلم قل لي لي كيفك اليوم؟ لا أنا قلت لك منيحة أنت كيفك؟ أنا منيحة قلت لي كيفك؟ نسيت الله أنه أنا منيحة أنا كثير منيحة طالما الصحة بخير والراضي بخير والعائلة كل شي بحبهم بخير فأنا أكيد بخير خلونا نروح لها التعلم بهذا التقرير من أهم فوائد الزعفران يمتلك خصائص مضادة للأكسادة حيث يمكن أن تساعد هذه الخصائص في حماية الأشخاص من الإصابة بأمراض القلب والسرطان يمكن أن يحسن الزعفران من أعراض بعض اضطرابة الجهاز العصبي حيث وجد أنه يقلل من التفاعلات الالتهابية إضافة إلى أنه يساعد في تنشيط الذاكرة وأيضا للزعفران القدرة على كبح الشهية إضافة إلى دوره الفعال في إنقاص الوزن وجد أنه يساهم برفع مستوى الدوبامين في الدماغ مما قد يساهم في تحسين المزاج وبناء على ذلك يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب رشد دائما ضمن رحلاتنا الصباحية من صلة الضوء على أهم المعالم الأثرية بسوريا بنا نحكي اليوم عن منطقة أثرية بتتوسط الطبيعة قلعة الكهف قلعة الكهف تقع في محافظة ترتوس وهي من القلاع الأثرية المهمة وتبعد عن القدموس نحو عشرين كيلومترا كما تبعد عن قرية الشيخ بدر مسافة خمسة عشر كيلومترا من الجهة الشمالية وتتربع القلعة على هضبة صخرية مصلة على واد سحيق تحيط به الجبال فتغدو شبيهة بالحصن الطبيعي ويلاحظ زوار القلعة مباشرة أنه تم اختيار موقعها بعناية فائقة لكونه من المواقع المحصنة طبيعيا والأكثر وعورة والذي يساعد في صد هجوم الغزاة وتزداد أهمية موقعها إضافة لكونه من المواقع الحصينة بأنه يمنح القلعة ميزة السيطرة على بقية القلعة المجاورة لوقوعها على تلة مرتفعة وفي منطقة متوسطة وعلى أبعاد متساوية تقريبا أو متناظرة وكانت ترتبط معها بواسطة الشهب النارية تعاد قلعة الكهف من القلعة النادرة التي بنيت ونحطت في الصخر ولذلك سميت قلعة الكهف ومن الأثار الباقية في القلعة جامع القلعة الذي يوجد على سطح القلعة قرب الساحة التدريبية من الجهة الشرقية ولم يتبقى منه الكثير وهناك قاعة مسكوفة بقناطر متهدمة وهناك أيضا الدرجة الذي يتجه نزولا باتجاه الساحة وقد سدت اتجاهاته وتهدم معظمه وتقول المصادر التاريخية إن هذا الدرج يقود إلى الكهف وفيها آبار لتخزين المياه كما كانت تصلها المياه بقناة فخارية من عين ماء تبعد عن القلعة مسافة 2 كم ويجهل الكثيرون أهمية قلعة الكهف فهي عبارة عن كتلة صخرية مفرغة تماما من الداخل تحوي ثلاثة طوابق من الكهف الحجرية اكتشف بداخلها بقية معبدين يعتقد أنهما رومانيان لكن النباتات والأحراش تغطيهما بشكل كبير جدا وبأول مساحاتنا الصباحي نور سوف نتحدث عن موضوع كتير مهم بهم الأمهات وهو المدح عند الطفل نحن اليوم بحاجة نمضح هذا الطفل ونقوش رخصيته ونصق له مثل ما بيقوله من الصغر ولكن هي خيط أو شعرة بسيطة بين المدح إنه يتحول لشي من الدلال أو شي من التصرفات الغير إيجابية قدام الناس شو هي الطرق الصحيحة اليوم كيف تتعامل إنتي وليلي؟ صباح الخير يا ليلي صباح الخير صليلك عائلتك هلأ طريقتي المدح هي مختلفة لأننا سابقا إذا تمتبه التربية اختلفت لأنه أهليكي ما كان يمضحوا فيه صحيح دائما الأهل يعني دائما بيتوقعوا أن الطفل الأفضل فشو ما قدمتي كنتي دائما تتطلع بأهلك إنه أنا حققتلي بالدنيا ولا في خيبة أمل يعني المدح ما كنتي تحصلي عليه بسهولة مثل اليوم بس طريقة المدح هي اللي بتختلف يعني المدح مو عمدار 24 ساعة أعرفت كيف يعني مو معقول مثلا يتصرف الطفل تصرف خاطئ تقول له يعطيك العافية برعبه يعني فيه موضيع بطريقة التعامل هي اللي كتير مهمة وبنفس الوقت كيف تتعاطي أنا حس حتى معاملتك نبرت صوتك طريقتك بالمدح مع الطفل بتختلف هذا الشي سنحكي عليه ضمن فقرتنا لليوم القواعد الصحيحة لمدح الطفل أكيد معلومات كتير مهمة ستخبرنا عن ضيفتنا لليوم الأخصائي الاجتماعي مروى منذر يسعد لي صباحك صباح الخير يسعد صباحك نمدحك كيك نبليش نفوت بالقصة يسعد صباحك يسعد صباحك هلأ المدح موضوع كتير مهم لصقل شخصية الطفل أديش مهم اليوم لما نمدح الطفل نعرف الوقت الصح طريقة التعامل مع الطفل دعونا نقول المدح كيف يؤثر على الطفل خصوصا بالسنوات الأولى يعني سابقا كنت عملنا لرشا أنه ما كنا نحصل على المدح يعني بحيط طريقة الحينة كنا كتير بنبذل مجهود لنشوف نظرة الفرح أو الامتنان عند الأهل اليوم لا الموضوع مختلف مع تربية الأطفال والجيل اختلف والعصر أساسا اختلف هلأ بالبداية دعونا نقول شو هو المدح دعونا المشاهدين يعرفوا شو هو المدح لأنه من أكثر النصائح اللي بنقدمها للأهل هي أنه الثناء على الطفل ومدحه ليتمتع باحترام للذات وثقة بالنفس وبالتالي يصير أكثر نجاح بالمستقبل المدح بيخلق للطفل شعور أو بحالة من الرضا حبه لتكرار هذا السعادة والشعور بيتدفعه لتكرار العمل اللي نمدح عليه المدح هو أنه نخبر الطفل أنه نحن حبينا الشي اللي عمله ونأكد له على هذا الأمر بمكافأته سواء مكافأة معنوية من خلال الكلمات أنا فخورة فيك أنت شاطر أنت متعاون أنت ذكي كلها كلمات بتدل على أنه نحن حبينا السلوك اللي قام في هذا الطفل أو مكافأات مادية مثل زيادة مصروف لعبي أو أي شيء مادية يحبوا الطفل المدح هلق الوقت ما نحن نمدح الطفل نأكد له على السلوك الصحيح وبترسخ بذهنه أن هذا السلوك قادر على جذب انتباه الأهل لإله وهي الغاية الأولى للطفل جذب انتباه الأهل فإذا الطفل عجز الحصول على انتباه الأهل من خلال السلوكيات الإيجابية رح يلجأ للسلوك السلبي فدائما الأهل ما بينتبهه غير للسلوك الخاطئ من الطفل سواء انكسر غرض ثمين والسخل الثياب اللي يلابسه بالطور الأهل لأبسط الأمور أما الشيء الإيجابي ما بتنتبه له فهون الطفل بتصير غاية الأولى لفت الانتباه بحال هو عجز على الحصول عليها بالأمور الإيجابية رح يلجأ للأمور السلبية لهيك دائما نحن بنركز أنه تكون المدح بالانفعال نفسه اللي بنقابل فيه الطفل وقت يعمل سلوك خاطئ وبالمقابل وقت ما يخطئ انقابله ببرود ما نعطيه هاي الأهمية اللي حكيته هلق صحيح أنه المدح فيه شعره بتفرق بين المدح والدلال ازاي للطفل هون أنا كنت بدي أسألك هلق بشكل عام المديح يعني نحنا اليوم ما فينا نقود نجو عمال كل الناس بتحب المديح ما بتحب المديح التناء وقت بتعملي شي حلو انه ناس تعبر لك انه انتي اليوم عملت لي الصح حلوة بحياتي طيب ولكن فيه طرق لازم نتبع فيه قواعد وفيه شعره هي ممكن تخرب شخصية هذا الطفل وممكن أن تنميه دعني نحكي عن القواعد الصحيحة المديح هلق عن طرق صحيحة لمدح الطفل من شان نتجنب نحن أنه يوقع أنه أنا ما بتكرر أنا ما بعمل أي شي غلط ويوصل لمرحلة أنه غير قابل للنقد طرق الصحيحة لمدح أول شيء أنه نمدح الطفل عند مراعاته لمشاعر الآخرين هلق وقت ما الطفل مثلا يقدم غرض من أغراضه لشخص بحاجة لهالغرض لطفل فقير نحنا ما نمدح أنه أنت كريم لأ نحنا نمدح أنك أنت قدرت تخلق سعادي لهذا الطفل اللي وضعه أقل من وضعنا بشي بسيط الثاني شيء أنه نمدح الطفل على المجهود اللي عمله وليس على النتائج هلأ كثير من أطفالنا بتبدل مجهود لتقدم شيء منيح بالامتحانات ممكن تحصل على العلامة الكاملة وممكن لا أكيد الطفل وقت يجيب العلامات التامة هو بحاجة للمدح بس نحنا نمدح مجهوده أنك أنت برافو يا ماما أنت بدلت جهدك ووقته اشتغلت لعليك لحصلت على هذه الدليل العلامة التامة لأنه وقتنا نحنا نركز على النتائج رح يصير ينحصر تفكير الطفل كيف أنا رح أخذ عشرة بالأيام اللي جاي بالتالي بقل مجهوده وقتنا نمدح المجهود نفسه بحاول يضعف مجهوده للأيام كمان نمدح الطفل وقت يتعلم من أخطاءه ممكن الطفل كان عنده سلوك سلبي ممكن يؤذي غيره يجيب العلامات خفيفة وبالمستقبل يظهر تحصن بالأداء لهيك بكون هو بحاجة بس نحنا ما نمدح أنك أنت بطلت تكذب لا نحنا نقول برافو أنك أنت صارت صادق نمدح السلوك الإيجابي كمان ننتبه وقت المدح ما نقارنه بحد ثاني برافو أنت أخذت تسعة مو متل ابن عمتك أخذت مان برافو أنت كنت هيك مو متل أخوك وقت نمدحه خلينا نحنا بالمدح معه وقلو فقط لأنه وقت نحنا عم نعلمه على أداء السلوك الصحيح بالطريقة الصحيحة لنفسه مو لا يكون أفضل من غيره ولا لا يرضي غيره يمكن هاي النقطة بتخلي الطفل يتنمر على غيره وقت نحنا مننا نقارنه وبينه وبين أي حدا المجتمع المحيط فنحنا نعلمه كيف يتنمر يعني على أي موقف يقوله أنا أنا أخذت العشرة أنت أخذت الثماني صحيح كمان هاي فكرة كثير مهمة أنه ما نمدحه عند إذا أولى الآخرين هلأ كثير من الأهل بالثور بحال تم الاعتداء على طفلة من أي طفل آخر أما بحال كان الابن هو المعتدي بيتجاهله الموضوع كليا أو ممكن يبتسمه هون الابتسام بمثابة مديح للطفل بيأخذها بصورة غير مباشرة أو ممكن يسب حدا أنه إذا نحن هذا الشخص ما بنحبه نضحك له أنه نمرق له إياها لا لازم نقابل السلوك الإيجابي والسلوك السلبي كأنه معه أو مع حدا فاني بنفس الحد أشارتي لها نقطة عديدة كتير خلينا نوقف عندهم شوي وكنا عم حكي أنا ورشا عن طريقة المدح والصوت وردة الفعل أشارتي لهذه النقطة أنه كيف الأهل فعليا بيكون عندهم ردة فعل من السلوك الخاطئ بتلاقي الانفعال وكيف يتعاملوا مع الطفل والسلوك الإيجابي فيه ردة فعل بتكون باهتة ما كثير عندهم هذا الانفعال لمتوقع الطفل دعنا نحكي عن أهمية هذه النقطة يعني لما أنا بدي أعزز السلوك الإيجابي عنده الطفل لازم أعمل أساسا أنا سلوك إيجابي تجاه الطفل يعني ردة فعل إيجابية أمي مهمة خصوصا نحن نشوفها بالست سنوات الأولى يعني لما يبدأ الطفل يحكي بعد السنتين من السنتين للست سنوات لأن الطفل سفنجي يعني تلاقي بهوه بالأخير عم ينتص كل التصرفات يعني بتشوفي الأم جايبة بنتها بتقول لك البنت تعنيدة بتعزبني ما بتريد هي نسخة عن أمها يعني وما أنا ما بتلاحظ هذا الشيء شعب تضربيني بحجارك يا نور لا فما بتلاحظ هذه التصرفات ولا بتلاحظ نفس الشيء الأب يعني العيلة أساسا الأب والأم كل هذه التصرفات بتأثر المديح لما نقول ردة الفعل للمديح كيف فينا فعليا نعبر عنه بالطريق الصحيحة وما تكون مبالغة لأنه ممكن يعمل تصرف سليم بسيط ما يكون لنا هيردد فعل أوية ردد فعل طبيعية إيجابية فكمان هو بصير عنده خيبة أمل الطفل بينه وبين حاله هلأ لو ياخد المديح الجدوي المرجوي منه له قواعد خاصة لازم نتبعها نحن توصل رسالي صح للطفل هلأ القاعدة الأولى أنه نحن نمتح الطفل مباشرة وقامه بالسلوك من غير المعقول أنه يعمل سلوك الطفل اليوم نمتحه ثاني نهار هلأ ماما تذكرت أنه شو صار هلأ ليش تذكرت اليوم أو ثاني النقطة أنه نحدد السلوك المراد مدحه بدقة برافو يا ماما أنت اليوم كنت كثير شاطر اليوم طب أنا شو عملت اليوم أنه شو اختلف عن مبارح لأ برافو يا ماما أنت اليوم رتبت الأواعي مثلا بطريقة صحيحة نحدد السلوك بدقة ليعرف الطفل نحن على شو عم نمتحه والنقطة الثالثة اللي حكاتي عنها النبرة الحماسية اللي بترافق المدح برافو طب برافو زعلاني ولا رضياني ماما بدي أعرف لأ طلع بعينه للطفل خلي نظرك بنظره إذا في لمسة حب ربط على الكتف كمان محبب كثير لدى الأطفال ولدى الكبار أكيد كمان فنحن وقتنا نعمل نطبق القواعد صحيحة أكيد رح توصل الرسالة صحيحة للطفل صحيح مر وقت دي اليوم مهم الدور التشاركي ان كان بين العيلة وان كان بين الكادر المدرسي بهذا الموضوع يعني وقتل بيكون طالب متفوق كيف نحن عاح نحافظ على هذا التفوق وحتى كمان وقتل بيكون الطالب بمستوى خلال نقول جيد وما دون نحن اليوم بحاجة للتشجيع وبحاجة للمدح قدي مهم هاي التشاركي اليوم وكيف نحن بيئة المدرسة ادرانين نوفر لأبننا كمان موضوع التشجيع والمدح من مكان الصح صحيح هلق قلنا انه مجرد ما نحن مدحنا المجهود للطفل سواء أخذ العلامة الكاملة او لا نحن نمدحه انه انت يا ماما عملت اللي عليك شكرا لإلك بذلت جهدك بذلت وقت ممكن اذا ضعفنا هاي الجهود بالأيام اللي جاي تحسن النتائج وقتها الطفل بيصير تركيزه انه كيف يبدل الجهد وكيف يركز بدراسته اكثر منه يركز على العلامة مجرد ما حصر حاله انه اني بدي يجيب عشرة بيصير تفكيره فقط بالعلامة بتتراجع بتتقلص الجهود مدرسة كمعلمة كإدارة يعني قدي اليوم مهم يتبعوا هاد الاسلوب كمان هلق انا موجودة بكادر مدرسة خبرين عن تجربتك خبرين عن تجربتك كمان عنا كثير امور معززات للطفل للمتفوقين او سيمي سواء بشكل اليومي او اسبوعي النجمات هلق ممكن النجمي على الدفتر تشفيها انتي انه شي عادي بس هي للطفل تعمل كثير حافز ايجابي لوحة نجوم تكريمات خلاله انت بتعطي الولد النجمي ما بيعطي كل هاي الامور يعني نشكور الكادر التدريسي وينما كان مدرسنا عبيعطي اكثر من طاقته ليوصل لطفل تشسي ان تعمل شي خلو ايجابي للطفل انا النجمي اللي بتنحط على جبين بنتي بالروضة ما بتنقام لي خلاص للنومة اي شفت كيف لاننومة فهي كل هاي الامور تدفع الطفل حتى الطفل اللي ما حصل على النجمي عبتكون نجم ترفيقه حافظ له للايام الجاي انه يضاعف جهوده لا ياخد هاي النجمي او التاج او الوسان خلينا نحكي العمر يعني نحن نحكي المدح عند الطفل والاطفال يعني فيهم فروق فردية كتير كبيرة العمر والمرحلة العمرية اذا كنت بتلعب دور يعني تعزيز الثقة عند الطفل من البداية المدح له جزء كتير كبير عندما أنا طريق التعامل مع طفلي بطريقة ايجابية او سلبية في السنوات الاولى اذا كنت مهم المدح مع الطفل اساسا انه تحديد سلوك الطفل من خلاله يعني كل شي بتعلمي للطفل هو ينسقل من خلاله وسيخطه بنفسه شخصيته بالمستقبل نحنا عم نبني شخصيت الطفل من اول يوم خلق فيه صراحة يعني والمدح سواء لطفل عمره سنة او لعمره عشر سنين او حتى لقلنا لك نحنا الكبار كثير مهم يعني ما في مرحلة عمرية فيك تقولي انه هذا خلص مو بحاجة مدح لا بالعكس الامة اللعب تبذل جهده وطاقطه كل النهار مع الاطفاله من غير الطبيعي نحنا نشوفها نقولها انتي تعباني طب ما هي عارفي حاله تعباني فرق ما نحنا نقولها قدي انتي قوية يعطيك العافية يعطيك العافية انتي خارقة مثلا هاي الكلمات تفرق معه اكيد وتدخليها وتعطيها حافظ لانه تتعب اكثر مع اطفاله مروه خبرينها هيك من خلال اختصاصك ومن خلال عملك اكيد بيمروا عليك حالات للاطفال كان في شي هيك حالي يعني موضوع المدح كان له تأثير نفسي على هذا الطفل ان كان سلبي او ايجابي اكيد دائما بشغلنا بنقاب جميع الحالات في مثلا اطفال اذا اخذت تسعة ونص تنهار انا اخذ تسعة ونص لا لانه الاهل اعلي له نحنا بنا عشرة هو انه هو تعود انه هو وصل مثلا للصف الخامس هو مو ما اخذ ولا تسعة ونص انه كيف انا اليوم اخذ تسعة ونص طب ما انت انسان طبيعي مثلك مثل اي حدا من زملائك مثل ما عندك ايجابيات عندك سلبيات وممكن تاخد تسعة وممكن تاخد خمسة بيوم من الايام نحنا كيف لازم نتقبل حالنا بمجهودنا يعني كل حدا بيبذل مجهود ويلو طاقة معينة ما نحط توقعات لحالنا اكثر ما نحنا بنستاهل نحط توقعات دائما ضمن المعقول لنا صعب للطفل يعني لما يقول انا بديح التوقعات لقيلي ضمن المعقول يعني ممكن اخذ تسعة ونص كمان تسعة ونص ضعف جهودك تاخد العشرة بطريقة ابصل طب خلينا نحكي لكل الامهات اليوم اللي عم يتابعونا وعندهم يمكن نقول اول طفل هي المشكلة بيكون معه طريقة التعامل معه كيف بده تربيه كيف فعليا بده تساهم ببناء شخصيته دائما في حالة لوم داخل عند الام انه هي عم تحاول تعمل كل مجهودة وكل طاقة لتربي طفلها شو هي قواعد الاساسية من خلال التربية للمدح الصحح والاخطاء الشائعة اللي بتوقع فيها كل امل هي ما بتنتبه له ممكن تتأثر على نفسية الطفل هلا نحن وقت المدح خلينا اول شي نركز على الايجابيات ما نحاول ندخل سلبيات ضمن الايجابيات اثناء المدح مثلا برافو انك عملت هيك بس لو انك عملت كلمة بس تدمر كل ما قبله وقت المدح خلينا نركز بس على المدح ما نحاول نحط ولا اي سلوك من السلوكات السلبية للطفل الثاني شي من الأخطاء الشائعة انه اذا انت اليوم اخدت العلامي المنيحة انا رح كون كثير مبسوطة او رح حبك ربط الحب والسعادي بالسلوك الصحيحة بحال الطفل عجز انه ياخد العلامي او هو اليوم ما عنده طاقة مثلا يرتب غرفته مثل العادي انه رح يجلد نفسه انه اليوم ماما ما رح تحبني مثل عادي انه ماما ما رح تكون سعيدي عدم ربط السعادي والحب اثناء المدح والفكرة الاخيرة اللي حابي احكيها مدح دائما السلوك وليس الشخص هذا السلوك قوي هذا السلوك لطيف ما نمدح شخص انه انت شخص قوي طب انا اليوم حابب ابكي حاسس حالي انه لازم ابكي طب انا قوي ما لازم ابكي هيك بصير الطفل عنده تبلد مشاعر بيوقع بحيري انه انا قوي او لا لهيك نحنا عمل السلوك قوي نمدحه هذا السلوك قوي وليس انت قوي مروا حكيتي نقطة يعني التفاصيل اللي حكيتين اليوم بالقواعد والاخطاء هدول الاصاصة بخلونا نقول ادي اليوم الحوار مهم بين الام والطفل حتى لو كان بعمر صغير وبنشوف كتير حالات انه الام ازا كان عنده طفلين اول طفل اخذ الحصة الاكبر فرحنا لتاني طفل كنا مالين زهانين يعني يعطينا كل شيء للطفل الاول ادي احي القصة كتير غمط يعني مفروض انه احنا نوازن بالعلاقة بين الطفلين اكيد هلأ كل الطفل بيجي اكيد بتجي محبته معه لا شك يعني والام قدمت بظل حاسة حالة مقصرة اما انت بس تقعد بينك وبين نفسك فاكري ان انا شاب قدم لاطفالي فاكري بالشيء الايجابي انه انا قدرت ربي طفل صادق طفل متعاون طفل لطيف غير مؤذي كلها هاي بتعطيك انه عبتشوفي نتائج تعبك بالواقع كلها بتعطيك حافز ايجابي لتستمري لتربي طفل الثاني بنفس كمية الحب والعطاء اللي عطتيها للطفل الاول كتير مهم هاي نقطة نور مشوف كتير احيانا فرق بين الطفلين بالبيت الواحد شخصيتهم تختلف عن بعض عناديتهم غير طريق التفكيرهم غير هلأ احنا نحط شيء سلبي على الامة لكن احنا من تجارب يعني بالحياة تحس اول في تشجيع اول طفل انت حابة الاصطفة اخر كمان في فروق فردية بين الاطفال يمكن هو الطفل البيئة المدرسية كمان ساعدته يكون متعاون اكثر من الطفل الثاني يعني مو بس البيئة البيت هي اللي بتأثر على الطفل نحنا عنا المجتمع المحيط المدرسي كل الرفاق كلها بتأثر على سقل شخصيت الطفل في فروق فردية نقطة كثير مهمة لما نقول للأهل في فروق فردية بين كل الاطفال لا تحملوا اطفالكن اكثر من طاقتة بس خلينا نتحدث عن اطفال حساسي يعني كثير من الاطفال بيكونوا عندهم حساسية زيادة وخصوصا البنات بعمر كثير صغير كيف بيتم التعامل معه كمان من خلال المديح لان حتى الحساس طريقة متحو او المبالغة فيه بتأثر لما يكون في موقف صغير سلبي ونحن عم نشوف نسبة الحساسية عند الأطفال العالية يعني نحن ما كنا حساسين لما نتعامل مع أطفالنا اليوم بهي درجة العالية من الحساسية هلأ أهم فكرة مع الشخص الحساس ما يتقارن مع حدا ثاني نتبع انه هو شخص عنده مشاعره الخاصة بيئته الخاصة نحن نلجأ لبيئته ما نطلع من بيئته نحن نجي على بيئته الخاصة نتعامل معه بشفافية بلطف الحوار على المدى البعيد أكيد بالنقطة بتعمل أثر بالصخرة صحيح ما في كلمة إلا ما بتترك أثر ولازم الشي اللي نحن نعرف انه متل ما الجرح عبيترك وذمي بجسمنا الكلمة قادرة تترك وذمي بأقولنا بذاكرتنا دائما كلمة بتبني وكلمة بتهدم لهيك لازم ننتقي دائما كلماتنا نختار الشي اللطيف نكون ملجأ للأمان بظل هالعالم السلبي ما هي النقطة يعني دائما تلاقي هذول الضغوطات عم يأثروا بشكل سلبي على الأهل يعني كان ضغط بموضوع الاقتصادي بموضوع العمل بموضوع الاجتماعي حتى فتلاقي الطفل يعني متل ما بيقوله كان ضحية هذا السنوات وهذا الزمن نشكرك مروة كثير لحضورك اليوم لكل المعلومات الحلوية أكيد أنا كثير مخدوضة أني كنت معكم اليوم أهلا وسهلا وكثير مهم اليوم نحنا نفرق بين أنه نحنا عم نمتح ونحنا عم نروح لطريق الدلالي اللي ممكن ينسع شخصية الطفل شكرا مروة أكيد شكرك على وجدك معنا مثل ما قلتي بالمحبة والحب نقدر نتخطى مع طفلنا أي مرحلة حساسة شكرا جدا أما لهون رشا نروح مع مشاهدينا وننتقل لموجز لآخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم صباح الخير شيرين صباح الخير نور صباح الخير رشا مشاهدينا موجز لأهم الأنباء بعد هذا الفاصل اهلا بكم جددات قوات الاحتلال التركي ومرتزقة من تنظيمات الإرهابية اعتدائتها بالسلاح المدفعية على بلدة أبوراسين شمال غرب الحسكة وعدد من القرى المحيطة بها ذكرت مصادر محلية قوات الاحتلال التركي ومرتزقة قصف بسلاح المدفعية مركز بلدة أبوراسين وتركز القصف على الجهة الغربية من البلدة ما تصب بأضرار مادية في بعض المباني والمرافق الخدمية وبينت المصادر وبينت المصادر أن دائرة الاعتداءة التسعت لتطالى عدداً من القرى الواقعة شمال بلدة أبوراسين ولسيما قرية أبو حرملا وداد عبدال والانواحات والاربيعات وتل الورد وما تسبب بأضرار مادية في منازل المدنيين وممتلكاتهم استشد شاب فلسطيني وأصيب العشرات فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية منطقة قبر يوسف في شمال مدينة نابلس بالضفة الغربية وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وصى اطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين ما أدى إلى استشهاد الشاب مهدي حشاشة وإصابة ثلاثة بجروح والعشرات بحالة اختناق وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في مدينة جنيب الضفة الغربية قوات الاحتلال كذلك اقتحمت شرق قلقيليا وصى اطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام صوب الفلسطينيين وممتلكاتهم دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أعلنت روسيا موقفها من استنافى المفاوضات مع أوكرانيا ووضعت شرطا رئيسيا مقابل عودتها إلى طاولة المحادثات وقال أندريه رونونكو نائب وزير الخارجي الروسي أن بلده ليست لديها شرطا مسبقة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا لكن يتوجب على كييف إبداء حسن أنية ونقلت وسائل إعلام روسية عارودونكو قوله أوكرانيا تبنت قانونا يمنعها من إجراء مفاوضات سلمية هذا هو خيارهم ونحن نعلن دائما استعدادنا لمثل هذه المفاوضات التي لم تقطع بسببنا وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخروفا أكدت أن الاتصالات مع الولايات المتحدة مستمرة في المجالات التي تتطلب الاهتمام وفي خبرنا الأخير أغلقت مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة في الانتخابات التجديدة النصفية التي تحدد مصير الغالبية في الكونغرس وهامش المناورة للرئيس الأمريكي جو بايدن في برنامجه الرئاسي خلال العامين المقبلين وبدأت النتائج الأولية ترد من عدة ولايات التي أغلقت مراكز اقتراعها عند الساعة الثامنية عشر بالتوقيت المحلية مع العلم أن النتائج النهائية في بعض الولايات قد تستارق أيام عدة وسيفضل الاقتراع إلى تجديد مقاعد مجلس النواب الكامل مثل 435 مقعدا و35 مقعدا في مجلس الشيوخ إضافة إلى مجموعة من المناصب المحلية وتشهد بعض الولايات الرئيسية انتخابات محتدمة وهي نفسها الولايات التي كانت على المحاك في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وتشير آخر الأرقام إلى أن الجمهوريين هم الأوفر حظا للفوز بالمقاعد الخمسة التي يحتاجونها للسيطرة على مجلس النواب أما السيطرة على مجلس الشيوخ قد تنحصر في سباقات محتدمة داخل ولايات بنسلفينيا ونيفادا وجوريا وإرزونا ختام الموجز والآن عودة إليك نور شكرا إليك شيرين أمهلا مشاهدينا من نتقل من عالم السياسة لعالم النحل والعصى لكن نحكي تحت الهوى رشا عن تربية النحل صعبة وقدش بدها مجهود وفيها بعض المخاوف والأثار الإيجابية والسلبية بس اليوم نشوف في توجه كبير وفي دعم للأساس كبير لتربية النحل في عنا كتير من مربيين النحل بمختلف المحافظات عم يقوموا بمجهود كتير كبير للاستمرار فعليا بتربية النحل وأساساً اليوم عم تكون كتير كبيرة وقوية مع مجهود مربيين النحل اليوم رح مستضيف مربي النحل بهاء محمود اسكندر لحكي عن هيدا الموضوع بشكل موسع يسعد صباحك و أهلا وسهلا فيك صباح الخير صباح هذا الشيء يمكن بشوف القصة من برا يفكر القصة كتير سهلة ولكن هي إلى قواعد بالنهاية هو مشروع اقتصادي يعني عايش حضرتك من خلاله وأكيد في أسر كتير عم بتعيش من خلال هذا المشروع خليحكي اليوم عن أساسيات تربية النحل ونحكي عن مشروع الخاص كيف بدأت فيه الأساسيات هي أهم شيء بده الواحد يبلش يشتغل يكون عنده معلومات أساسية اللي هي الخبرة بتربية النحل كيف من رب النحل شو هي الأدوات اللي بحاجتها نحن لتربية النحل هل في عنا المدخين عندنا البدلة عندنا العتلة هاي النحل هي صديقته لأنه من خلاله فيه يشتغل بالنحل طبعا كل شغلة إلى استخدام محدد لأنه نحنا عم نتعامل مع إطارات خشب بدنا نحركها بقالة خاصة عم نتعامل مع النحل اللي هي بدها حركة خفيفة لأنه إذا كنا نحنا متحركين بسرعة هذا الشيء بخليها تهيج بتأثر سلبا كمان في عنا المدخن طبعا نحنا ليش نستخدمه لأنه مدخن هي آلة تنفس دخان يعني بتعطي دخنة ونحط فيها قطع خاش نحنا شو بتعمل النحلة بتحس إنه في حريق فنحنا وقت اللي بتحسها الشعور هذا بتخفف ألة اللسع عندها يعني ماعد بقى تلسع فهذا الشيء بريحنا إحنا أثناء الشغل يعني هي من ضمن المواد الضرورية لازم موجودة تكون لحتى فينا نكشف على الخلايا تنتابع يعني كيف بدأت المشروع الأول شيء نحنا هالعمل هذا متوارس يعني كانوا الآباء والأجداد عندنا يعبوه بخوابه النظام القديم للتعبئة يعني بعدين تطور الموضوع صار فيه خلايا حديثة اللي هي إلى مقاسات محددة بتستخدم إطارة محددة وأريح بالعمل كتير يعني فنحنا ورسنا هالموضوع هذا وتابعناه ونتيجة الخبرة اللي اكتسبناها حاصلنا يشتغل فيه بشكل مستمر طيب خلينا يمكن ظروف الأزمة والحرب أثرت كثير على مرابيين ناحل لكن باعتقد تحدوا كثير من ظروف الاستمرار بهذه المهنة وقداش فعليا ساعدوا للاستمرار بهذا المشروع لأنه هو بأساسا مشروع يدعم عجلة الاقتصاد الوطني اليوم هناك كثير من الصعوبات واجهتكم كيف استمرته خصوصا لأنه لما نقول خلية النحل بده كثير مستلزمات لتقدر تكمل هاي الخلية تكون عملية الانتاج صحيحة ويكون فيه انتاج وافر للعسل استضفنا كثير بالحلاتنا الصباحية مرابيين ناحل يمكن ما بيعرفوا يشتغلوا البيت ناحل بلشوا يعملوا مشروعه الخاص ويستمروا بهذه القصص قبل كانوا ومسلا يجيبوه من الخارج خلينا نحكي عن هاي الصعوبات لقدرتوا فعليا تتخطوها وتكملوا فيها خلال الآزمين نحنا صار في عنا ظروف كتير صعبة مثلا كنا الخلايا نحنا نستقد من مثلا محافظة تنية وكذا بعدن صرنا نضطر نحنا بالتعاون مع أصدقائنا مثلا نصنع الخشب لحالنا نضبطه نجاهزه بعدين كمان كنا ناخد نحنا المراعب سوريا غنية جدا يعني كل المحافظات فيها أنواع زهر بتعطي رحيق مميز بتعطي عسل مميز كمان فنحنا واجهتنا بعض الصعوبات من هالناحية هي ولكن قدرنا نتخطاها بالتعاون مع الجهات الحكومية مع الأصدقاء بعدين شوي شوي كلمة كانت المراحل تتحسن يعني ويصير في مناطق محررة أكتر وترجع السكان ناخد الخلايا نحنا نستفيد من الزهر الموجود بالمنطقة وهيك يصير عنا كسافة إنتاجي يعني بتغطي لأنه خلال أزمة نحنا قبل كان عنا أنتاج بيغطي حاجتنا وكنا نبعت لبر البلد اللي صار معنا خلال الأزمة اللي صارت بالبالد أنه خف الإنتاج بطريقة كبيرة حتى في أسر كاملة كان اعتمادة سواء كان ماديا أو من نواحي التينية لها الموضوع هذا نشوفه السنوات الأخرى يمكن صار الإنتاج وافر عميثم حتى الحاليا حاليا نصف في تحسن هائل حتى صار عندنا نحنا جمعياتنا حاليا في حدا بيهتم فينا نحنا نسأله كل التفاصيل ونتابع الموضوع لحظة بلحظة خلينا نحكي عن المشروع وقت اللي بلشت فيه أكيد فيه موسم خاص اليوم لحال بيروح لجمع العسل ودائما بيقول لك أنه وقت بدك تشتري بيقول لك في كزا طعمي يعني أنه نحل بهذا الموسم بسا نتغذى على الليم ونتغذى على الشيطان أنا ما بعرف دول أسامل وتفاصيل أنت أكيد حتخبرنا عنهم أما تويل وقت الصح لهذا الجمع وفي كتير شغلة مهمية كمان حتى عبنا على كيف نحنا قادرين اليوم ونميز بين العسل المخشوش والعسل الصافي أيوة طمعا الآن نحنا المواسم عنا مثل ما قلنا سابقا بحكم غينة طبيعة عنا بسوريا في عنا مواسم متلاحقة الآن نحنا منعتبر فترة الشتاء هي فترة سوبات شتوي للنحل يعني بيضل راكن حركته بتكون خفيفة ما في قطف عسل ما في حركة بتكون خفيفة منبلش بموسم الحمضية اللي هو زراعته بتكتر بمنطقة الساحل ومنقطف منه عسل هلأ دائما العسل منسميه نحنا بحسب نوع الزهرة يعني وقت المنقول عسل الحمضيات هو جاي من زهرة الحمضيات اللي هو كتير مغزي وكتير مفيد وخصوصا متل ما قلنا أول شيء عن نزلات البرد وهالأمور هي بعدين نحنا بصير في مواسم متلاحقة بناخد مثلا على زهرة اليانسون الموجودة بحمص وحماء بعدين بناخد على زهرة القبار بعدين بناخد على زهرة الجيجان بعدين هؤكلها أزهار موجودة بسوريا يعني ومنعتمدنا حبة البركة لكل زهرة فوائد ولكل عسل بيطلع منا فوائد محددة على شيء للجهاز التنفسي للجهاز الهضمي سبحان الله وكله علاجي يعني بس يكون جاي من الرحيق بشكل نظامي هو كويس هلا كيف بدنا نميز نحنا هلا نحنا دائما منقول في عاملين مهمين بموضوع التمييز بين العسل الجيد والعسل السيئ أول شيء السيقة بالمونتج لأنه نحنا وقت اللي بيكون نحال ما يشتغل بشكل نظامي وصريح بيكون واضح للعالم كله ثانيا أننا التحليل المخبري دائما نحنا وقت اللي بدنا نبعث مثلا لنا برا أو بدنا نبعث للمحافظات طينية بنعمل تحليل مخبري اللي هو موجود بكل المقابر عندنا الكيميائية بسوريا أنه نحنا بدنا نعمل تحليل لها العسل بتطلع نتيجته مطابقة وكويس بيكون قابل للاستخدام هلا في ناس كتير بتستخدم شغلات عرفية مثلا بيقلي أحد الأصدقاء مثلا بدي كيلو عسل فيني مثلا تشاعلوا بالمحرمة فيني مثلا أنا عم أحكي فكرة عامة يعني نحنا دائما نحن نشاعل شوي منه إذا نحرق نحنا الأمور العرفية بدنا نعرف أنه الأمور العرفية هي ما أنا مقياس حتى من خلال نعرف جزالة العسل أثبت علميا من عدة سنوات ولهلأ أنه ما في شيء بيظهر إذا العسل جيد أو سيء إلا التحليل المخبري أما كل الطرائق الثانية هي طرائق عرفية غير مسبة علمية يعني بجوز أنت مثلا نقول إذا شعلنا ما لازم يشعل طيب نحنا معروف بالنار كل شيء بيشعل إلا ما في شيء بيطف في النار إلا مميّنة طيب يسكر بقل لك أنا اشتريت مثلا لمطربان عسل وبعد فترة بلش يسكر طيب هذا ما هو عسل طبيعي طيب كان حالي نحنا بنعرف أنه هاي كمان معلومة كثير مفيدة ومهمة وسؤال كثير مميّز لأنه منواجه الموضوع ظاهرة تجمّد العسل هي ظاهرة طبيعية وضعها الله في العسل للحفاظ على خصائصه العسل له مكونات اللي هو مثلا فولوكتوز غلوكوز مثلا فيتامينات معادن إلى آخره وقت اللي بترتفع نسبي معينة بالعسل هذا بيؤدي أنه بيصير هو بيجمّد ويحافظ على خصائصه عسبيل المثال عندنا عسل اسمه عسل القطم كنا نحط بمنطقة اسمه الطبقة بالرقة منجيب نحن هالعسل هذا منحطه بعد الفرز بعدة دقائق من عبيب بتنك خاصة بتحول لتينكي مثل قطعة السمنة مع أنه كان سأل هو قبل بدقائق شو السبب؟ لأنه فيه خصائص بتميزه أنه بعد اللي بيتحرك من الشمع تبعه بيعمل هالقطعة هاي مثل السمنة بتكون هاي دليل جودة وليس الدليل سيد هلأ نحالين شو عام قطعة المستهلك بتقول أنه العسل المجمد هو عسل غير جيد وهي طبعا الثقافي خاطئ أننا دائما نحاول نضوي على الموضوع صحيح بيحاولوا يرفعوا درجة حرارة العسل يعني أنا هتنكي نفس هاي المجهزة برفع درجة حرارتها مثلا على الأربعين بترجع للحال السائلي بس أنا فقط خمسين بالمئة من خصائصة الغذائية وبالتالي غلط أنا أعملها التصرف طبعا دائما نحن منقول إذا العسل جمد هذا مش سلبي شي طبيعي أنا قطعة شاصية مركزة عندنا لأنه كثير في ناس بتحاول تستفسر خصوصا المستهلك لأنه حتى سعر العسل اخترف يعني يعني يدفع مبلغ كبير بيقول أنا بدي أحصل على عسل ميز و بجودة عالية لون العسل كمان خلينا نحكي عنه لأنه أحيانا نشوف فيه ألوان للعسل في ناس بتقول لك مثلا المستهلك إنه لا إذا كان أغمى هو صاحب جودة عالية نشوف درجات خلينا نحكي اختلاف العسل بألوانه شو بيكون سببه الآن الألوان بتحدد الزهرة يعني هي الزهرة نوع الرحيق طبعا بيحدد لون بس نحنا كمان بدنا نكون متأكدين إنه جودة العسل ما بتتحدد باللون يعني عمليا عصر الحمضيات هو لونه فاتح صحيح ورغم ذلك هو من أفيد أنواع العسل لموضوع الجهاز التنفسي ومشاكل الرئاتين والسعال والبلغام نحنا كيف بدنا بدنا نغير ثقافة المستهلك هون نحنا موجودين نحنا نقولكم أنه نحنا جودة العسل ما لا علاقة لون نهائيا إنما إلى علاقة أنه يكون العسل نظامي مي بالمي وكويس هلأ نحنا عنا أنواع غامقة هلأ ببلدنا لأنواع الغامقة أكثر من أنواع الفاتحة يعني مثلا عنا حبة البركة بيجي غامق لدرجة كبيرة في عنا اليانسون بيجي لونه أحمر شوي يعني بين الغامق والأحمر يعني في عنا الحمضيات مثلا بيجي فاتح في عنا القبار بيجي غامق فيه ألوان كتير بدنا نعرف أنه اللون ما بيحدد الجودة نهائيا إنما جودة وعسل الملكي بيكون فاتح؟ العسل الملكي دائمي بلدك العسل الملكي أفتح حتى الآن العسل الملكي العلم الساعمي يكتشف الفوائد الموجودة فيه يعني هو نعتبره نحنا موسوعة غزائية نجود أنواع العسل يعني مثلا العسل الملكي هو عبارة عن مادة هلامية بيضاء صحيح ينتجها النحل الشابي يعني هو مجاي من زهرة أو جاي من رحيق أو جاي من وردة هو في غذة الثالثة الموجودة بالنحلة بتفرزه بتعطيه للملكي لحتى تكون منتجة هو كويس للأخصاب كويس للطاقة بيعطي حيوية بيعطي نظارة بيعطي نشاط كويس لجميع أجهزة الجسم فهو كتير مميز هذا العسل الملكي وفعلا طلب جدا هنا يعني كويس كتير سبحان الله يعني دائما نشوف في حالات مرضية شو فيت العسل زيك من خلال خبرتك ومن خلال البيئة اللي حضرتك موجود فيها ومن خلال المجتمع اللي عم تشتغل وصوى خلينا نحكي اليوم شو أهم من الحالات اللي ممكن انه تلجأوا للعسل لشفاءة هلا نحنا أول شي كنا بالبداية كان شغلنا بالعسل انه تعبئة تغليف مثلا ونقدم للمستهلك بالمرحلة اللي مفترة اتفقنا مع كادر كامل وهو أطباء مختصين بالعلاج بمنتجات النحل طبعا هذول أطباء هني عاملين دورات على الموضوع هذا وبناء على دراسات سواء كانت خارجية أو داخلية شفناها نحنا بتعطي نتيجة كويسة صار عنا خلطات منتجاتها فقط هي العسل الصافي العسل الملكي غبار الطلع البروبليس المطحون اللي هي منتجات نحلية بعد هذه الدراسات مثلا عندي مشكلة بالجهاز الهضم مثلا عندي مشاكل منعرف انه نحن البروبليس يعالج مشاكل الجهاز الهضم فانحنا شو منعمول منعطيها المادة هاي مخلوطة مع بعض المجهزة من قبل أطباء مختصين بتعالج المشكلة هاي اكيد بدنا نقلك يعطيك العافية وتحية لكل مربيين نحلي فعليا عم يتحدوا الظروف يستمروا بشغلهم جهود كتير كبيرة ومضاعفة عم تقوموا فيها يعطيكم ألف عافية نتمنى لك التوفيق بمشروعكم ان شاء الله نرى متوسع أكتر وأكتر شكرا شكرا يعطيك ألف عافية وصباحك خير نورتنا اليوم بدمشق أكيد ضمن الإخبارية تحياتنا للكون أكيد متمنى الدعم الكامل للكون شكرا 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 أما نحن مكملين بصباحنا لليوم سنروح من تربية النحلة صناعة التنور الطيني في الرقايا اللي بيعتبر والتطور عم تحافظ على وجود سنكون بتفاصيل أكتر مع مراسلنا لليوم عبد الحميد الشخير صناعة التنور الطيني في الرقا من المعالم التراثية المهمة التي ما زالت صامدة في وجه الحداثة حيث تعتبر صناعته من الصناعات الشعبية التي يقوم بالحرفيون في الرقا بعد أن أدخلوا عليها بعض اللمسات الإبداعية ما يجعله صامدا لسنوات عديدة رحب فريق عمل الأخبارية السورية أهلا وسهلا زارنا في محلنا هنا ونشكر جزيل الشكر جايحشي نحشي عن التنانير من شان موضوع التنانير التنانير يعني حرفة متوارثينها عن الآباء والأجداد نستخدمها نخبز عليها طبعا التنور معروف في ظل هذه الظروف أحيانا ما بيخبز أحيانا قطع الحبز قليل المهم وفي ناس تستخدمها يعني حتى ويخبز يعني لا زال تستخدمها الناس من شان صناعته التنور التنور مبدأي أن التراب التربة نخل غربلة وتخمير التراب وتجهيزه للشغل والشغل يجي تدريج مراحل مرحلة مرحلة ما يجهز التنور إله طبعا وكتل حتى تنشف الطين ويجهز هذا بالنسبة للموضوع تصنيع التنور ولا زال يعني الناس تستخدموا وبحاجة إله طبعا التنور بحجم بحجم مصقر نستخدمه للطبخ طهية الطعام للطبخ نطبخ على الأكل تنور بس حجم مصقر وبيه التنور الشبير للخبز هذا والمعجنات وما يشبه ذلك وتعتبر صناعة التنور من الحرف المتوارثة من الآباء والأجداد ولا يزال هناك من يعمل فيها حتى يومنا هذا رغم أنها متعبة وتحتاج إلى صبر فالعمل على قطعة واحدة يحتاج إلى أيام حيث يتم تحديد نوعية التراب ومن ثم تنقل أحجار الصغيرة والشوائب ويجمع التراب الجاهز وتخلط بالماء ويتم عجنها لساعات إلى أن تصبح سميكة وليينة ليصار بعد ذلك إلى صناعتها نحن لحد الآن نستعمل التنور والصاج والخبز أنه بأيام العطى الوقت نقطع من الخبز بس بدنا يعني نشتهي يعني والخبز من التراث من عادات أهلنا القدمة بإمكاننا نسوي مناقيش زعتار محمرة لحمة بعجينة يعني بإمكاننا كل شيء نطاعع من العجين والخبز والشغل للأيد رغم كل الحداثة والتطور ما يزال أبناء الرقة يحافظون على عاداتهم وتقاليدهم وحيرفهم التي تميزهم عن الآخرين عبد الحميد الشخير الإخبارية السورية ريف الرقة الشرقي المحرر أما هلأ رشب ننتقل لمساحتنا القانونية لليوم دائما ضمن رحلتنا الصباحية بنحاول نسلط الضوء على بعض القوانين لنعطي معلومة مفيدة لكل الناس والمشاهدين اللي عم يتابعونا اليوم رح نحكي عن ضرائب البيوع العقارية وفق القانون 15 لعام 2012 لنحكي عنه أكتر بعض النقاط الأساسية لكل الناس اللي عم يتابعونا يمكن في كتير من الصغرات أو من كتير من النقاط أي حدا بده يستثمر عقار بيغفل عنها ما بيعرف تفاصيل ونحكي عنه أكتر معنا المحامي الأستاذ حسني صوفاني سيد صباحك أهلا وسهلا فيك صباحكم صباح السادة المشاهدين سيد صباحك نورت صباحنا نحكي عن موضوع كتير مهم وصار في ثغرات كتير وصار في إشكاليات كتير فرحنا اليوم للقانون اللي دائما ينضع لحماية المواطن خلينا بداية نوضح شو يعني الضريبة على البيوع العقارية الضريبة على البيوع العقارية حددتها يعني هي من ضمن الأرباح الحقيقية كل شخص ببيع عقاره إذن هو مفترض أنه حقق في ربح معين فلابد من أنه يكون في ضريبة عائد الأرباح اللي حققها من هذا البيع وتكون على البائع هاي الضريبة تدعى ضريبة البيوع تمام وضريبة البيوع هي نسبة مئوية من قيمة العقار تتسدد لخزينة الدولة نتيجة تحقيق هذا الربح اللي هي ضمن تدعى أرباح حقيقية طبعا سابقا كانت يعني هي القانون 15 القانون الحالي اللي عم نحكي عنه 15 لعام 2021 21 صحيح تم تعديله يعني هو كان بال2005 بال2021 تم التعديل الأخير لقيله فينا نقول القانون 2015 ل2021 ألغى القانون 41 لعام 2005 بشكل كامل ألغاها وصار هو القانون الحالي المعمول فيه وبدأ العمل فيه من بعد 3 5 2021 دعونا نركز نركز على هذه النقاط الأساسية نحن نحن نحكي عن قانون في عام 2005 تم إلغاء وأصدار قانون جديد قانون 15 لعام 2021 ما هي النقاط الأساسية اللي ركز عليها القانون لأنه نحن دائما نعرف ونحكي مع كل المحاميين في صغرات ونقاط قانونية دائما يستغل المحامي أو مالك العقار مثلا المستهلك أو يستثمر العقار يكون معه مصاري حابب يستثمر فيه في كثير من الأفصاص ما بينتبه أو يغفل عنها أو يمكن السائد أنه لا خلص يعني فيه صاحب العقار وفيه حدا مستثمر باقي التفاصيل ما فيه معلومة كافية عند أي حدا بدي يستثمر العقار دعنا نركز عن النقاط الأساسية للقانون 15 في 2021 شو هي وشو اللي اختلف عن القانون السابق في عام 2005 اللي تم إلغاء هلأ هي المبدأ الأساسي هي القيمة الرائجة كملخص هي القيمة الرائجة سابقا كانت العقارات مثلا عقار بمنطقة معينة تلاقي مثلا تقييمه العقار 40 ألف ليرة قيمته الحقيقية مثلا 500 مليون بس المشكلة القيمة الرائجة لا يحدد القانون لا يحدد السوق يعني هل دائما صغر يقع فيه القانون بكل تجديد القانون حدد أنه يتم يتم تحديد الضريبة بنسبة مئوية من سعر السوق أو القيمة الرائجة للعقار هيك القانون قال تمام نحن هلأ فيه لجان مختصة هي اللي بتقوم بتحديد هالقيمة الرائجة للعقار يعني نحن اليوم تبعا للسوق صحيح نعم فنحن بتابعوهنين بشكل دوري وهي اللي جان حد أدنى كل ستة أشهر بتعمل اجتماع وبترجع بتقيم من أول وجديد كحد أدنى وإذا استدعى الأمر أحيانا بيصير في فروقات مستعجلة تحدد أنه تحدد ضريبة ريع العقار بنسبة مئوية من قيمة العقار بالسوق الرائجة فهذا النمط الأساسي القيمة الرائجة هي بما معناه خلنا نوضح أكتر قيمة السوق القيمة السوقية الحقيقية للعقار هاي مشكلتنا مع كل قانون ومع كل محامي يستضيفه للأسف قيمة الرائجة حتى اللجنة التي تم وضعها تحدد ضمن السوق الرائج يعني نحن نحكي عن العقارات من ستشور له هلأ ضعفين وليحدد السوق بيرجع بيحدد السوق واللجنة بتحدد على أساس السوق الرائج بشكل دائم تماما هلأ بهذا القانون الحديث أصبحت مؤتمته يعني صارت هي تحدد بناء على مقاييس معينة شو هي 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 المقاييس مثلا على سبيل المثال مكان العقار الموقع العقار شو هي الفسحة السماوية الأمامه مثلا هل هو طابق أول ثاني أو هو مثلا ثالث رابع كل ما عليت أكتر كل ما قلت القيمة بنسب متفاوت يعني نسب يعني شلون معايير بيسموها التقييم العقاري تقيم بناء على أنه هل هي مطلة على شارع هل هي ضمن دخلة أو هل هي يعني طلالتها شرقي غربي شمالي يعني هذا الشيء المتعارف عليه بكل العقار لما أنا اليوم بدي قيمه قيمه بناء على معايير محددة حدد القانون هاي اللي جانب بتلتزم بهال القوانين أو بتلتزم بهال معايير عند التحديد القيمة الرائجة برأيك أستاذ هذا الشيء اللي عم نحكي هيكون تأثيره إيجابي على السوق يعني اليوم رحنا نحن نلاحظ أنه اليوم في شيء اختلف بموضوع العقارات إن كان بالبيع أو إن كان بالأجرات عم نحكي كنا أنه صارت يعني بدك تستأجر بيت يعني بدك طلع قرض من الآخر تقدر تدفع شهرين ثلاثة يعني مشكلة صارت يعني وخاصة نحن نعرف الظروف يعني فنحنا اليوم بحاجة لقانون يسند هذا الفقير خلينا نقول من الآخر يعني هل نلاقي نحن في شيء إيجابي ضمن هذول التقسيمات أو لا بين قوسين خلينا نقول لا أستاذي بين قوسين إنه هاي الضرائب هي ضريبة تريع عقار يعني أنا صاحب عقار بدي أدفع ضريبة هاي ضريبة متوجبة علي أنا مالك أنا صاحب العقار مو المستأجر صحيح مو الشخص الآخر اللي حضرتك انت عم تتوي ما هيأثر كونه فيه اليوم قانون للبيوع العقارية نحنا عم نحكي بعقارات ما حيكون فيه تأثير يعني إيجابي على واقع السوق بشكل عام هلا أنا بنظر له مثلا النواحي ممكن تكون إنه أكيد يعني مو مية بالمية اليوم نقول إنه مباشرة ستندمج العالم وتتأقلم ومباشرة ترجع للحالة الطبيعية لأنه اليوم العالم ممكن تتخوف من شيء هي أساسا لسه ما عرفت شو هو مفهومه تمام فهنا نتخوف الناس أنه أنا أكيد كان يدفع عن يبيعوا البيت يدفعوا ضريبة قيمة بسيطة جدا مثلا يطلع أحيانا على مبيع عقار لمنطقة فلانية لأنه ما بيتم وضع القيمة الحقيقية مو قيمة حقيقية رحلك نقطة قصة اللجنة اللي هي بتحدد اللجنة اللي بتحدد القيمة الرائجة ضمن السوق لأنه حتى المستهلك نحن ضمن القانون بيقول لك هذا ملك خاص يحق للصاحب المالك أنه يبيعوا بليرة ويبيعوا بمليون في اللجنة وضعت لحتى ما يكون فيه تزوير لأنه دائما فيه بيقول أنه بيت بالمزة هو أجاره هلأ صار مليون ونص مليونين حاطتوا ضمن العقد 150 ألف لأنه والمستهلك بيقول لك مضبوط مع أنه متفقين بين بعض مشان الضريبة ما تأخذ الدولة هي ضريبة ليحق للدولة أنه تأخذها بس القانون وضع بزمن يعني ننقون القيمة الرائجة جدا عالية يعني لو هذا القانون لما نحكي ببداية 2014 طم وضعه كان فيه سبات لسوق العقارات في سوريا لأنه نحن نحن نحكي عن ارتفاع كتير كبير اليوم حلم المواطني يستثمر عقار ما فيه ما فيه قبل كان تستطيع بس كان فيه حالة سبات لا فين نقول أسعار البيوت العقارية هلأ لا ما فيه سبات وضع القانون بحالة فين نقول بورصة عالية لأنه عم نسمع بأرقام خيالية مليار ومليارين وثلاثة في بيوت للأسف يعني مبارح نسمع ببيت سبع مليار تم بيع وبأحد المناطق الراقية يعني حتى تحديد المناطق الراقية هل كان بين التقسيمات حتى المناطق الراقية صار تحديده بطريقة مختلفة ضمن هاي اللجنة لأن السوق حدده ما كانت ضمن تحديدات نرجع أن السوق الرائج هو حدد هاي المناطق مع أنه ما كانت ضمن هاي فينا نقول المساحة خلينا ننزغ للموضوع بعد إذنك من ناحية مهمة جدا حلأ أنا محكي بالياسان الكل لأن محلم كل الناس اليوم تشتري بيت يعني أدمق حطيت شوية أمل صار هيك مؤلم للمواطن اليوم أنه حتى الأجار مش قادر يدفعه ضمن قيمة السوق الرائج للأسان نحن رح نحكي بشفافية أنه نحن بحاجة لزرع الثقافة أهمية الضريبة الضريبة هي نحن اليوم كلنا نحاول أنه نغزي الخزينة العامة تمام حتى يصير في عنا الأساسيات للمجتمع أنه تكون قادرين على تمويلها لأنه هي الضريبة عائديتها بالنهاية للمواطن صحي تمام هاي الثقافة في حال أنه نحن ما نظرنا لإلى من هاي الناحية تمام رح دائما نعتبر أنه أنا ليش لحتى أدفعه هذا بيتي تمام هذا العمبي نقال هذا العمبي تمام هنين كان عنده نرغبة يعني دائما كل إنسان بدي يبيع بيته بسبعة مليار وبعدين يدفع ضريبة خمسين ألف ليرة تمام ويتهرب من باقي المبالغ طيب هلأ نحن كقانون فرض أنه لازم يكون في نسب مئوية من قيمة العقار مليون صحيح هيك المفترض تمام ولكن اللي صار أنه العالم صار بين بعضها بتتفق بتبيع بسبعة مليار بتصرح على أنه مئة ألف ليرة هذا مزمانس يعني لماذا عرف سائل تمام لأنه صار في شيء اسمه على القيود المالية هو تقييمه العقاري أربعين ألف إن وجد القانون خمسة عشر لعام الواحد وعشرين ليقول تحدد ضمن قيمة العقار الواقعية فأنا اليوم هذا القانون ما عم يرفع بقيمة العقار أو عم ينزل من قيمته هو دوره أنه ياخد الضريبة بما يتوافق مع القيمة الحقيقية للعقار في حال كانت ضريبة يعني شعر صاحب العقار أنه أنا اليوم فرد علي ضريبة كتير عالية يعني أنا ما بيستحق أو البيتي ما بيستحق هاي الضريبة شو ممكن يتصرف هل بيحقله اليوم ويعترض؟ هلا اليوم كل صاحب عقار أو كل شخص بيقوم بالبيوع بعملية بيع بيحقله أنه من بعد ما يبلغ بالقيمة اللي هو رح يقوم بسدادة بيحقله أنه يقدم اعتراض خلال 30 يوم وتنظر بهذا الاعتراض لجنة يرأسها قاضي بتعيد تقييم إذا كان صاحب حق يعاد التقييم من أول وجديد ويقيم بسوء بسعر السوق الرائجة يعني إذا نحنا بدنا نقيم بما يرضينا نرجع على السوق الرائج أنا عندي مشكلة السوق الرائجة السوق الرائجة إستاذة هي قيمة بناء على مجموعة يعني لجان فيه لجان مركزية فيه لجان رئيسية فيه لجان فرعية فيه مقيمين عقاريين موجودين رؤساء شعب بالمديريات المالية وهي حق للمواطن أنه كمان هو يرجع يعترض عليها هلأ برأيه شخصي طبعا ومحايد طيب خلينا نحكي لأتفض بعد إذنك بدي أقول أنه هي فعلا سوء الأسعار العقارات اللي كانت تصرح أنه سابقا المبيع كان أقل بكثير مما يصرح حاليا صحيح واليوم القيمة الرائجة هي أقل بجزء بسيط من القيمة الحقيقية من القيمة الحقيقية صحيح أنا بأعتقد أنه بأعتقد أنه هذا أمر يعني جيد وإيجابي لأنه رفض الخزينة بما يستحق أو يدفع يعني المكلف عم يدفع بما يجب أن يدفعوا ما عم يدفع زيادة تمام فلازم ما تكون إلى تأثير سلبي على الحركة البيع والشير منقول بلك بيكون في مردود مادة كبيرة خزينة الدولة بلك بنعمل جمعيات سكنية جديدة لكل الشباب اللي بيحلم أنه يكون عنده بيت اليوم طيب خلينا نحكي كيف بيتم استوفاء الضريبة العقارية على أي مبدأ يعني لنا بيتحدد مثلا قيمة العقار قيمة العقار ما بدي أقول مثلا خمسمائة مليون كيف بيتم استفاءة يعني هي مثلا عشرة بالمئة من كل أدو ولا واحد بالمئة ولا شو هي هلأ إذا بدنا نحكي النسب بشكل سريع فينا نقول أننا نحنا دائما العقار السكني هي واحد بالمئة الأراضي خارج التنظيم هي واحد بالمئة أراضي داخل التنظيم اثنين بالمئة من قيمة العقار التجاري هي ثلاثة بالمئة تمام هنين محددين أجزاء من بيناتهم كمان تحدد مثل مثلا ممكن يكون العقار الفروق لشخص تجاري عقار تجاري فروقه لشخص والحق الرقبه لشخص آخر اعتبروا حق الرقبه 10% والفروق 90% تمام الفروق اللي هي بدأ فبيأتي 1% استفاء من 90% أصدق تماما 1% من 3% لأنه هي تجاري 3% من 90% وهذاك 3% من 10% يحبوا الطرحين بمقابل المبلغ يعني أنا كمستأجر اليوم ممكن كون أنا الحلقة الأبعاد فصاحب الملكي اللي هدون عليك أنت قانونا وبيقولوا كلمة هنين العقد شريعة متعاقدين بالاتفاق بيني وبينك القانون فرضا فرض ريع العقار على صاحب العقار وليس على المستأجر كأنه في حالات صارت كثير بتصير حالات بيجي واحد بيجي أنا والله ما بأجرك أنا بدي كزلائلي وبعدين أنت تستفلي شو في ضرائب ادفعية فنحن هون لازم وبيحكوا هنين بطريقة أنه على مين هي 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 بالاتفاق لا هي مو بالاتفاق يمكن الاتفاق يمكن الاتفاق أنه تدفع بدالي أكيد بس خارج بس هي عليه هي لازم تكون على صاحب الملك فنحن هون من نوة أنه السادة المشاهدين سيبت تعمل عقد إيجار قيمة قيمة الضرائب المستحقة على قيمة طبعا نريع العقار فقط مو قيمة ضريبة عقد الإيجار ضريبة عقد الإيجار على المستأجر ولكن هاي الضريبة اللي هي منصوص عليها بالقانون 15 للـ 21 نعم الـ 21 هي لازم تندفع من المالك وهذا جواب على سؤال حضرتك أنه المواطن اللي وضعه المادي صعب نحن بد منسانده نحن عم نحمله إياها بس هو ما لازم يحمله والقانون ما حمله إياها حتى يعني حديثك أستاذ اليوم يعني بخلينا نتأكد أنه في حالات صارت كتير أنه تحمل المستأجر فرغم كل شي لسه تحمل الضرائب وما زال يتحمل أكيد بناتشكرك بالختام الأستاذ المحامي حسني سوفان على وجودك معنا وشكرا كتير شكرا لإلكم ساعة صباحك سهلة بحضرتك شكرا لإلكم نحن مكملين بصباحنا لليوم محروح من مساحتنا القانونية لا تقرير ضمن ريف حمى والحملة الوطنية للتقصي عن السرطان المستمرة عبر المشفى الوطني والمجمع الأسد الطبي والعيادات الشاملة سنكون بتفاصيل أكثر مع زميلنا محيدين الفهد الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان مستمرة عبر المشفى الوطني والمجمع الأسد الطبي والعيادات الشاملة في محافظة حمى بتقديم خدماتها الطبية والفحوصات الشاملة واللازمة التي من خلالها يطمئن المواطن على صحته وسلامته الحملة الوطنية لمكافحة السرطان كتير مهمة جدا وخاصة للكشف المبكر عن السرطان إن كان السدي وإن كان عنق الرحيم وإن كان البروستات طبعا الإقمال جيد الحمد لله وحاليا نحن صار فيه وعي صار فيه ثقافي عند المواطنين والمواطنات بشكل أنه يجوا يساووا هذا الفحص نحن عنا متابعة دورية للمرضى اللي بدي يجوا يعملوا ويستفيدوا من خدمة التصوير الماموغراف للسدي والوطاقة عنق الرحيم لسرطان عنق الرحيم وتحليل الدم البيئس لسرطان لبروستات طبعا في عنا نحن مواعيد يومية للمرضى بشكل مسبق اللي مسجلين بشكل مسبق والإضافة للمرضى يلي عرفوا بالحملة وعب يكون عندهم مثلا من عند جيرانهم أو أقرباهم أنه صار فيه عندنا حملة وصار فيه كشف باكر عن هالسرطانات أقبال كبير ومقبال المراجعين لإجراء ما يلزموا من فحوصات طبية هذا الفحص كتير مهم ومفيد إلنا إلنا وللسيدات حتى للبنات اللي عمرون فوق الأربعين أنا بنصح كل السيدات يجوا وعملوا فحص مبكر من شانون بالدرجة الأولى لأنه إذا استفحل المرض صعب كتير بقى علاجه تجهيزات طبية مختلفة من تصوير موموغراف وتحاليل طبية وغيرها من الإجراءات العلاجية والوقائية تقدمها جميع المشافي والمراكز الصحية محيد دين فهد للإخبارية السورية حما وبنهاية ختامنا ختام صباحنا لليوم هنروح لفقرتنا ومساحتنا بالفن التشكيلي قدي اليوم بيحمل جماله بيحمل إحساسه بيحمل روح بيقلك الفنان أنا وقت البرسم لوحتي بحط روحي فيها أكيد وبتلاقي إحساسه العالي والمرهف ومن خلال لوحاته وألوانه بتلمسي قديش الفنان عنده حساسية عالية ويكون مختلف عن الأشخاص العادية دائما هيك عنده أحساس بتحسي أنه عنده شي خاص فيه عالم الخاص عالم الخاص اليوم رح نحكي عن الفن التشكيلي بتجربة خاصة لضيفنا لليوم الفنان التشكيلي عمر المدني أكيد هنحكي عن لوحته اللي بتزين العاصمة عن جسر فكتوريا كمان بيقلك يا سعد لي صباحك وصباحك جمال يا سعد صباحك أهلا وسهلا فيك إذا بدي بلش الحديث لازم ما فينا ما نبلش نحكي عن اللوحة الجدارية عند جسر فكتوريا خلينا نحكي عن هذه اللوحة كيف عملتها وقدش ممكن حطيت من روحك كفنان لأنه صارت علامة فارقة لما نقول في قلب العاصمة دمشق اليوم أول شي صباح الخير أنا من فترة طويلة هالمشروع موجود عندي سأحاول لأي مكان ولأي طريقة أصل لنفذ هذا المشروع هلأ البلد هنا ونفرض العاصمة دمشق موجود فيها أعمال فنية نحت بعداد كبيرة بتذكر صار فيه مرة مشروع نحت بمدينة المعارض القديمة وبهالفترة هاي شارك فيه فنانين نحاتين سوريين وعرب وأجانب وبعد انتهاء المشروع توزعت الأعمال لساحات وحدائق مدينة دمشق وبعد ما توزعت عملة جمالية للمنطقة بسبب قيمة الأعمال الفنية التي تقدمت وهي طبعا أعمال حديثة يعني ما تتقارب مع الأعمال القديمة والأسار القديمة فهي منحوتات حديثة فأطفت الجمال على مدينة دمشق فأنا هذا الموضوع حببني أنه يكون فيه أعمال جدارية رسم بالإضافة للأعمال النحة الموجودة بمدينة دمشق فبدأت بدأت بأول تجربة اللي هي رسم معالم مدينة دمشق القديمة بمجموعة بلوحة وحدة طبعا أنا ما فيني أرسم كل المعالم الموجودة فيني أخذ الأشياء الأكثر شهرة أو الأكثر قدم و الأكثر قيمة ثقافية هلأ اللوحة الجدارية اللي عم بيشتغلها هي مأخوذة فيه أشياء منها من من 70 سنة فيه أشياء فيها من 2000 ومن 300 سنة يعني هي مجموعة أشياء موجودة كلها بلوحة واحدة بس مجرد ما تنظر للوحة الجدارية بتقول دمشق بتقول الشام بتقول هوني أنا بدي أسألك يعني كنا أشوف لقطات صور من أعمالك ومن حديثك يعني أنت وصلتنا اليوم لفكرة أنه دائما حتى اللوحات الموجودة معنا بسطوديو أنه دائما الأعمال الشامية عم تركز عليها ضمن لوحاتك وهذا الشيء أكيد بيشكل لك حالة خاصة بحياتك ليش اليوم الأعمال الشامية مستحوذة تقريبا على احتمام السبب يعني بشوف زي مروح مثلا على أي بلد بالعالم نشوف الفانانين بيرسموا بلدهم حبا ببلدهم حبا بتوراسهم حبا بثقافتهم فأنا أكتر شيء بيخلي عندي مادة دسمة للرسم هي مناطقنا بمختلف أجواء الصيف الشتاء فتخلي المناطق اللي اللي بتخصنا نحنا هي إلى الأفضلية أنه نرسمها والزائر لما يزور سوريا أكتر شغلة بيقتنيها هي الأعمال الشامية والأعمال السورية حتى ياخد لمسة أنه أنا مثلا أنا زهرت سوريا وجبت من سوريا لوحة معينة ومشوف نحنا بجميع الدول العالم بيرسموا حضارتهم بلدهم عالمهم وطبعا أنا جدا فخور أني أرسم مدينتي وهي واجب اليوم على كل فنان تجسيدها وأنا برأي أنه الذي يرسم منطقته يبدع فيها أكتر من الغريب الذي يأتي من بلد ثانية ويرسم منطقته خلينا نحكي أستاذ عمر لما نقول يعني في طب يعني فين نقول قسم كبير من لوحاتك هي أعمال بتحكي عن المناطق القديمة الدمشقية في سوريا فشو الفرق بين هاي اللوحدين لما نقول هون عم نحكي عن الشام الأجزيمة هون بس هون في اختلاف باللونية عندك الأزرة هون أخذ المساحة الكبيرة مع الأبيض هون لا تدرجات الأحمر أكيد فيه مشاعر خاصة أو رسالة خاصة تختلف بنقل الصورة أو الرؤية بتكون مختلفة أو الخروج عن الرسم الواقعي أو الخروج عن المألوف أما باللوحة الثانية التي هي تلج يعني هي تعطي جمالية خاصة بأن التلج لما ينزع على مدينة دمشق كيف يكون شكل المدينة كيف يعطيها لون البياض لون الصفاء لون النقاء يعني منها لكن أغلب لوحاتك فيها ألوان جدا جميلة ونقول لنا تفاولية فرايحية في أطاقة في أطاقة جميلة تركز فرح يعني أول ما تشوفها ما فيك ما تبتسم والسبب ما بحب اللوحة الحزينة ما بحب اللوحة اللي بتعمل حالة اكتئاب عند المتلاقية بتخلي مثلا اللوحة ممكن تستعملها لسنوات طويلة بدون ما تتمل منها أو تشوفها وتغير مكانها بالبيت أو المكتب أو بدون ما تتمل منها فالأشياء المفرحة هي أنا برأيي أفضل بكتير أنه أنت كفنان جبت الفرح من خلال اللوحة على بيت يعني هذا الشيء بيسرني وبيسر أي فناني صحيح خلينا نحكي اليوم عن عالم الأطفال وهو حد العالم مثل ما نقول السهل المبتنى يعني أدوانه سهل التعامل وهو صعب بنفس الوقت اليوم في رسائل شفناها ضمن لوحاتك شو كنت حابب توصل شيء حسيسك تشتغل أي عمل للطفل حلق رسمات الأطفال أنا بشوف خلال التعامل مع الطفل الطفل بحب الأشكال الكرتونية الخارقة يعني مثلا الشخص عنده قدرات شخص عنده قدرات غير البشر يعني بطل يحب شوف دائما صحيح اللي بينزل من الفضاء بيطلع من تحت الأرض الاشخاص الخارقين وبيحب الطفل الشغلة تانية هي الألوان الصاخبة ما بيحب الألوان الرمادية والأشعائية بيحب الألوان الصاخبة وبيحب أنه الرسومات تكون فيها مشاعر تقدر تخزن بذاكرته ويشوفها لسنوات طويلة يعني مثلا نحن نشوف مثلا الفيلم كرتوني أو مسلسل كرتوني من عشرات السنينين وممكن نتذكره لليوم بيترك ذاكرة عننا والسبب في تعلق بين الطفل وبين العمل الكرتوني حتى لو كان عمره عشرات السنوات يترك أثار عنده وحتى ممكن ردد الأغاني اللي سمعانها من سنوات طويلة نحن في ذاكرتنا يعني شخصيات كتير وليوم تلاقي ناس كبرت وعم تسمع الأغاني للمسلسلات الأطفال القديمة اللي سمعتها من عشرات السنوات طيب استعز عمر إذا بدي أرجع على الجدارية بجسر فكتوريا لحضرتك قده الجميل يمكن نستغل هاي النقطة عند الفنانين التشكيليين أو يستثمروا فنهم في كثير من المناطق يمكن تعرضت لدمار خلال الحرب وفي كثير مناطق مثلا أديمة جسور أديمة بالعاصمة دمشق بدأ إعادة تأهيل كجمالية يعني أدي حلو يمكن نشوف الفنانين مو فقط لوحة واحدة يستثمروا عدة مناطق لنشر الفن التشكيلي وبنفس الوقت لإفادة هاي المنطقة اللي يكون فيه منظر الجمالي اليوم يعني هذا الكلام اللي تفضلت فيه هو من أهم الأشياء اللي أنا خلتني كوم مندفع لهذا الموضوع يعني أنا تقدمت مبادرة لسيد محافظ دمشق المحترم عن رسم لوحة جدارية ضمن مدينة دمشق طبعا فكتير كتير السيد المحافظة رحب بالفكرة وقدم لي كل التسهيلات أنه ننفذ ذهب العمل هاي ممكن نشوف بعد في مناطق هلأ هو عطاني عطاني وقت لاختار أماكن بس الأماكن اللي بدأ نختارها يعني بدأ تكون الناس المارة أكتر من السيارات حتى يقدر الشخص يوقف وتفرج على اللوحة كتير جسور يمكن قديمة ممكن موضوع موضوع الجسور أنا شفت بكتير بلاد بالعالم طب شو على اليوتيوب وعلى كذا هذا الموضوع موجود تحت الجسور لوحات فنية بأغلب دول العالم صحيح وحتى في أنا باللبنان في صرح للشهداء موجود تحت جسر صرح عمل فني كبير موجود تحت جسر يعني فكرة الرسم تحت الجسور هي جدا جميلة ومطروقة قبل هلأ بأغلب دول العالم طيب ما بتحاول أو ما بتفكر اليوم تنقل هيئة التجربة لخارج دي مشوق يعني اليوم حلو كمان شوف عملك بمحافظات سورية أنا بتمنى نحن بيعنا بكل خصوصا ضمن الأزمة صار لك كل محافظة خصوصيتها ما رأيت فيها ضمن الأزمة السورية أنا بتمنى يعني بالإضافة أنت مثلا بتشوف اللوحات الإعلانية والمضيئة والأشياء هاي طيب من ضمن هالأشياء اللي عم تشوفها طيب شوف لوحة فنية بتعبر عن مدينتك بتحبر عن حضارتك بتعبر عن جمال بلدك بتعبر عن تاريخ بلدك يعني ممكن فيه أشياء ببلدنا التراثية وأسرية وثقافية نحن مثلا فيه جي ما بيعرفها فمثلا ممكن هاي يمكن الإصص الجميلة جمالية التراث السوري من محافظة لمحافظة يرطم من نقلة من خلال فن التشكيلي يعني كل سوريا نحن نحكي عن تراث في مثلا الحسكة في نشوف جدارية بالعاصمة دي مشكل عكس صحيح اه كتير كتير فكرة فكرة حلوة يا رب هيك نشوف أضمن مشروع يعني يكون فيه اقبال من كل الفنانين سوريا صحيح للتعامل هيدعو لكل الفنانين تشكيلي مع هذا الموضوع حتى نضيف لجمال بلدنا جمال جديد اللي هو لوحات جدارية بتتكلم عن حضارتنا وعن الأصول الجميلة لبلدنا وتعريف الأشياء القادمة عن الأشياء الجميلة وبالإضافة أنه ممكن نرسم لوحات حديثة تتحدث عن دمشق الحديثة تتحدث عن دمشق وتطور دمشق والمراحل اللي مرت فيها دمشق من آلاف السنين حتى اليوم من خلال لوحات جدارية يعني تكون اللوحة هي تروي قصة هيك بسؤال أخير اليوم أي فن عندنا موجود بسوريا وأي حلم بحاجة للدعم بداية شو هو الدعم أنتوا بحاجتوا كفنانين تشكيليين والواقع السوري للفن التشكيلي هل هو بخير اليوم أبدا هلا جدا الواقع بخير بس المشكلة تسويقها يعني مثلا اللوحة في كلفة لوحة في كلفة مواد في كلفة كذا بس تسويق اللوحات بسوريا بسبب ظروف البلد بسبب ظروف الناس تسويق اللوحة كل الفنان السوريين بيشكوا من هذا الموضوع أنه تسويق ضعيف بس في طريق التسويق اليوم هي عن طريق الفيس بوك والإنترنت عم توصل اللوحة أنت لأكبر عدد من الناس عن طريق الفيس بوك عن طريق الوسائل التواصل بشكل عام فاللوحة اليوم معددت عم تنشاف بس بسوريا عم تنشاف ويتعلق عليها من وراء البحار يعني هذا الشيء كثير بسر أنه كيف أنت وصلت لوحتك بعد ما خلصت رسمها بسواني لدول العالم يعني فهذا الشيء بيعطي قيمة لللوحة وبيزلج القلب أنه أنت قدرت مثلا توصل الفنك وعن الناس عم تشوف لوحتك ببلاد بعيدة يعني ممكن حتى يصير اقتناء من خارج سوريا عن طريق التواصل الاجتماعي وحبة الناس لللوحة محبة الناس للفكرة هي اللي وأنا طبعا عندي كثير أمثلة بهذا الموضوع كيف الناس اشترت لوحاته برا سوريا يعني وقدرت مثلا أنت لما تشوف لوحة تقدرة تكبرها تدخل لتفاصيل الدقيقة فممكن أنت تقتنع أنه أنا ممكن أقتنع هاي اللوحة من خلال بس صورة على السوشال ميديا صورة صحيح صورة صحيح أكيد بالختام نتشكرك الفنان التشكيلي عمر المدني نتمنى لك توفيق بمشروعك وإن شاء الله يا رب هيك نشوف توسع كبير لمشروعك لوحات جدارية ليس فقط في ديموش في محافظات السورية ومثل ما اللي تكون لوحات جدارية تعبر عن التراس السوري هيك متبادل بين المحافظات ليس فقط أنت كفنان تشكيلي نتمنى لكل الفنان التشكيلي نكون شريك معك بهذا المشروع شكرا كثير إليك أسعد صباحك شكرا لحضورك إن شاء الله هيك نشوفك دائما بإطلالات ولوحات جميلة ويكون اليوم الدعم من حقكم اليوم نحنا ندعمكم إعلاميا وأكيد الجهات المختصة للفناء التشكيلي شكرا لحضرتك إن شاء الله استخلص اللوحة هيكي بستنتهي حد لأنهي اللوحة ببدايتها فإن شاء الله بستنتهي مصورة وشوفة أرض لوحات ستشوفوا إن شاء الله اللوحة بمنتهى إن شاء الله نحنا وصلنا لنهاية صباحنا لليوم إن شاء الله يا رب كنا هيك على سوقكم وكنا الضيوف خفاف على قلوبكم وعلى بيوتكم وقدرنا نقدم القصص اللي بتمكن بحياتكم اليومية بقيت نهار حلو للكم مشاهدين وتقضوا برفقة الأشخاص اللي بتحبوهم ويكون نهاركم حلو ومجبوري الخاطر يومكم سعيد شكرا يا نور يعطيك العافية رشا رحلتنا الصباحية وصلت للختام ملتقانا بكرة على الشاشة الأخبارية بنفس التوقيت ساعة التاسعة ونصف نتمنى يا رب هنهار كما كانت أمنياتنا ببداية رحلتنا الصباحية يحمل الخير والأمل والفرح بقلوب كل الناس إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر